الآن نبقى في لبنان ولكن نتحول إلى العاصمة بيروت مع ضيفتنا بولا مصتيح الكاتبة والباحثة السياسية أهلا بك أستاذة بولا في نهاية المطاف سيتم الإعلان عن صفقة ما أستاذة بولا في نهاية المطاف مهما كانت التفاصيل يعني مهما كانت الأعداد في نهاية المطاف سيتم الإعلان على أقل تقدير على هدنة إن لم يكن الأمر لاتفاق على وقف تام لإطلاق النار إنما التبعات السياسية حاليا بعد أكثر من 120 يوما من هذه الحرب بعدما تعرضت له غزة مما تعرضت له ما هي التبعات السياسية حتى الآن لغزة تحديدا والقضية الفلسطينية بشكل عام نعم يعني لا شك أن انتهاء الحرب بالشكل الذي انحصلت فيها اليوم يعني دخلنا في هدنة يتم تمديدها وتؤدي بالنهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار ذلك سيشكل بحسب المعطيات على الأرض فشل ذريع لإسرائيل وانتصار لمحور المقاومة يعني إذا انتهت الأمور كما هي اليوم كما قلنا هدنة تؤدي لانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة ومن ثم لوقف شامل لإطلاق النار هذا ما يرفضه كما نعلم نتانياهو هو يتحدث لا اسمحي لي اسمحي لي طيب دعينا نقول أعلنت إسرائيل وقفا لإطلاق النار أنهت هذه الحرب انتصرت المقاومة طيب رائع ما هي التبعات السياسية أيضا نعم لا شك يعني لا يمكن القول أننا انتقلنا إلى إقامة دولة فلسطينية وهو ما نطمح ويطمح إليه الفلسطينيون ولكن ذلك سيسأ يعني ما حصل من طفان الأقصى إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة الرأي العام الدولي بات يعني مدرك أكثر للوقع الفلسطيني في الفترة الماضية كان هناك خلص نسيان للقضية الفلسطينية وكانت المنطقة تتجه نحو التطبيع اليوم فرملنا هذا الموضوع كل ذلك تم فرملته العودة للحديث عن الدولة الفلسطينية سيتنشط لا شك ولكن علينا أن نرى ماذا سيحصل في إسرائيل ستكون التبعات كبيرة في الداخل الإسرائيلي ستسكت حكومة نتنياهو نتنياهو سيحاكم ما حصل في طفان الأقصى لا يمكن أن يمر مرور الكرام أيضا سيتم التحقيق فيه ومحاكمة من كان وراء هذا الفشل الذريع الاستخباراتي وبالتالي سيكون المشهد في فلسطين المحتلة مغاير لما كان عليه قبل 7 أكتوبر طيب كذلك أستاذ بولا فيما يتعلق بالتبعات السياسية لما يعرف بمحور المقاومة قبل 7 أكتوبر كان ربما الكل يجمع على أن إسرائيل تتحسب تمام التحسب لما يعرف بمحور المقاومة إنها لا تريد ربما أن تدخل في جباهات في نفس الوقت مع فصائل مقاومة مسلحة تدعمها إيران وهكذا هل هذه الجملة ستظل باقية بعد انتاء هذه الحرب؟ نعم يعني لا شك مع انطلاق الحرب كان المحور المقاومة تردد في كيفية مقاربة موضوع مشاركته ودعمه حماس في الأسبوع الماضية تم تفعيل مبدأ وحدة الساحات حين تحرك بخاصة الحوثيون في اليمن يعني هذه ورقة لعبتها المحور بممتازة كانت بطريقة لعبها وهي يتوصل بلعبها بإطار الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى المجتمع الدولي لإنهاء الحرب وبالتالي مبدأ وحدة الساحات أثبت نجاحه لا شك لا يمكن أن نقول خلاف ذلك يعني الدعم من قبل حزب الله في الجنوب الحوثيون في اليمن الفصائل المقاومة في العراق هذا كله صب لمصلحة حماس التي كان سيستفرد بها إن لم يتم تحريك هذا المبدأ وبالتالي أعتقد ستتمسك إيران أكثر من أي وقت مضى بفصائل والميليشيات التي تمويلها وتدعمها في المنطقة لأنها أثبتت عن جدوى في هذه الحرب طيب بعد انتهاء هذه الحرب أستاذ بولا هل تتوقعين أن يتوجه جيشه لاحتلال إلى الشمال؟ نعم يعني اليوم الخشية الحقيقية وعلامات الاستفام التي تطرح ما إذا كانت الهدنة في غزة ستسري على لبنان باعتبار أن الهدنة الأولى صارت تلقائيا على الوقع اللبناني باعتبار حزب الله قال أن جبهة الجنوب هي جبهة دعم ومساندة وبالتالي إذا لم يكن هناك عمليات قتالية في غزة لن يبادر هو لإطلاق النار في جنوب لبنان ولكن الموقف الإسرائيلي الذي خرج منذ بضعة أيام الذي يقول أن الهدنة في غزة قد لا تنسحب على لبنان ذلك مرده لأن تلقبيب تتعرض لضغوط كبيرة من قبل المستوطنين الذين يريدون العودة إلى منازلهم ولكنهم يخشون وجود حزب الله في منطقات جنوب الليطاني لذلك يبدو أن هناك مشاورات مكثفة داخل الإدارة الإسرائيلية لتحديد ما إذا كان الهدنة في غزة ستفرر يعني تأخذ الجيش الإسرائيلي إلى الشمال ليركز كل عملياته ومهامه على دفع حزب الله إلى منطقة شمال الليطاني حتى الساعة هنا الدفع يحصل بطريقة ديبلوماسية اليوم المفاد الأمريكي أموس هوكستين كان في تألق أبيب وهناك بوادر يحكى إيجابية من قبل الإعلام الإسرائيلي بأن هناك إمكانية للاتفاق مع حزب الله على انسحاب بطريقة ديبلوماسية من خلال اتفاق معه ولكن بالداخل اللبناني الحزب متشدد هو يرفض الخوض بأي نقاش في هذا الموضوع حتى وقف شامل لإطلاق النار في غزة وانتهاء الحرب عندها يدخل في مفاوضات ونرى ما إذا كان سيقبل بالانسحاب مجددا إلى شمال الليطاني سيقبل بسيغة استلام الجيش اللبناني واليونف في المنطقة الجنوب الليطاني أم لا نحن أمام مسارين أستاذ بولا الأول يقول أن إسرائيل تريد فعلا جرى حزب الله إلى مواجه والمسار الثاني يقول أن إسرائيل تريد تأمين مخاوفها فقط مع حزب الله أنت مع أي من المسارين سيما سيما فقط يعني حتى نتذكر أنا وأنت سيما بعد استهداف مثلا الشيخ العروري مثلا قياد البارز بحماس في عاصمة حزب الله في الضحر نعم نعم يعني لا شك هناك أصلا رأيين داخل الإدارة الإسرائيلية هناك نتنياهو الذي لا مصلح له اليوم بانتهاء الحرب وإذا كانت الضغوط عليه لإنهاء الحرب في غزة هو يفضل أن ينقلها إلى لبنان ويفتح جبهة لبنان لأنه يعرف أن نهاية الوضع على ما هو عليه سيعني نهايته السياسية وبالتالي نتنياهو يدفع باتجاه توسيع الحرب ولكن هناك أصوات أخرى داخل إسرائيل ترفض ذلك تقول دفعنا أثمانا باهزة خلال هذه الأشهر الأربعة والجيش منهك وكلنا منهكون اليوم وبالتالي لا مصلح لنا بفتح جبهة الجنوب لأن قوة حزب الله تفوق قوة حماس بأضعاف وأضعاف وبالتالي قد مصير إسرائيل والكيان الإسرائيلي قد يصبح مهددا خاصة أن إيران أيضا لن تترك ولن تسمح لإسرائيل أن تستفرد بحزب الله اليوم تم تحريك مبدأ وحدة الساحات تم دعم حماس ولكن دعم حزب الله سيكون مختلف المنطقة برمتها قد تشتعل في حال كانت حرب واسعة بواجه الحزب تهدد وجوده واستمراريته ودوره وموقعه وبالتالي كل الاحتمالات تبقى مفتوحة حتى الهدنة في عغزة لا تعني أن الوضع في لبنان سيكون مستهتبا وسندخل في هدنة وحال إلا إذا نجحت الجهود التي تبذلها واشنطن من خلال هوكستين بالتوصل إلى اتفاق يقول بانسحاب إسرائيلي من المناطق والمواقع اللبنانية التي تحتلها إسرائيل عندها لن يكون هناك حجة لدى حزب الله كي يبقى في منطقات جنوب الليطاني أشكرك بولا أسطيح الكاتبة والبحثة السياسية كنت معنا من بيروت العاصمة شكرا لك ترجمة نانسي قنقر شكرا لك